في إطار تنزيل استراتيجيات الجيل الأخضر 2020-2030 وأغتنم هذه المناسبة لتقديم الشكر للسيدات والسادة أعضاء مجموعة العمل لاختيار هذا الموضوع الاستراتيجي والتعاون الوثيق الذي ميز سير عملهم مع مختلف مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والسنمية القروية والمياه والغابات فقد حرصت الوزارة على مد المجموعة بكل المعطيات وعبأت مصالحها لتقديم رؤيتها ومجالات تدخلها المرتبطة بالموضوع خلال الورشات التي نظمتها المجموعة أو خلال الزيارات الميدانية وأود هنا أن أتني على منهجية العمل المتبعة والتي مكنت من الاستماع لكافة المتدخلين في سلاسل القيمة والوقوف على الإنجازات وإبداء الملاحظات بكل موضوعية وهو ما يتجلى في جودة التقرير المنجز والذي أحط بمختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع السيد الرئيس المحترم حضرت السيدات والسادة النواب المحترمون يعتبر تسويق المنتجات الفلاحية عنصرا هاما في سلسلة القيمة لسلاسل الإنتاج ويمثل تحديا كبيرا لاستدامة الفلاحة المغربية وتطوير منافدها وقد تم بدل العديد من الجهود لتحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية النباتية منها والحيوانية في السوق الوطنية لكن عوائق بنيوية حالت دون تحقيق الأهداف المتوخات والتي تتعلق أساسا بمشاكل التسير والتي تكلمت عنها في التقرير وفي المدخلة الإطار القانوني والمؤسسة تهالك البنية التحتية وعدم استجابتها لمعايير النظافة والجودة تعدد المتدخلين كما خلص تقييم مخطط المغرب الأخضر إلى ضرورة العمل على عصرانة وتطوير مسالك التسويق وفي هذا الإطار وضعت استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي أطلقها صاحب الجلالة حفظه الله في فبراير 2020 بغية تحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية والتي سنتحدث عن أهم الأولويات ديالها لكن تفاعلا مع مختلف التوصيات التي جاءت في تقرير الجنة الاستطلاعية عملت الحكومة بشكل استباقي وبهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الفلاحين في ظل الصعوبات التي تعرفها المواسم الفلاحية الثلاث الأخيرة نتيجة تأخر الأمطار حيث خلال هذا الموسم الحالي تم العمل على دعم مدخلات الإنتاج الفلاحي وأخص بالذكر البودور المعتمدة من خلال دعم بودور وشتاء المنتجات التالية الحبوب الخريفية تم تزويد السوق بـ 1.1 مليون قنطار بأتمنة مدعمة بالتلت الشمندر السكري بودور لمساحة 54 ألف هكتار بدعم ألف درهم للقنطار الطماطم المستديرة والبطاطس والبصل دعم لأول مرة بغلاف مالي قدره 1.8 مليون درهم أي إعانة تتراوح ما بين 50 و 70% الأسميدة عبر تزويق السوق الوطنية بالأسميدة الفوسفاتية 600 ألف طن بأتمنة مستقرة الأسميدة الآزوطية من خلال دعمها بغلاف مالي يقدر بجوج فصيلة جوج مليار درهم لكميات كافية قدرها 500 ألف طن بأسعار مدعمة في متناول الفلاحين وفي مختلف مناطق وأنحاء المملكة صحيح أن الموضوع ديال هذه الجنة الاستطلاعية كان حول التسويق لكن في النقاش ما فيها بس حضرت السيدات والسادة النواب المحترمين تفعلوا مع مختلف القضايا التي ترتهر والتي هي قضايا مرتبطة بالمخطات المغرب الأخضر مخطات المغرب الأخضر هو استراتيجية تعرضت لكثير من الإفتراء واستراتيجية اللي كانت موضوع ديال مزايدات سياسية طيلة السنوات الماضية بل ربما هي الاستراتيجية الوحيدة اللي قدروا نصنفها سياسيا بأنها هي اللي كانت موضوع ديال يعني المزايدات بالزيد فأنا أتفهم أن الموضوع ديال مخطات المغرب الأخضر في السنوات الماضية يكون موضوع لمزايدات الاعتبارات مرتبطة بالانتخابات لكن اليوم لا مبررة لذلك وما فيها بس نقش مخطات المغرب الأخضر اللي بالمناسبة وهذا عبرت عليه غير ما مرى في مختلف المحطات التي تناولت فيها الكلمة داخل هذه المؤسسة الدستورية المحترمة قلت ما فيها بس نهضروف هذه المخطات المغرب الأخضر ونعرفوا ما نعمل وش حقق شي حاجة أو لا ما حققت حاجة أولا مخطات المغرب الأخضر معمر ما تكلم وأنا أوحيلكم على الاستراتيجية المخطات المغرب الأخضر معمر ما تكلم على الاكتفاء الداتي في الحبوب بالمطلق والأهداف التي كان يحدد مخطات المغرب الأخضر في الحبوب دائما معروفة هي سبعين مليون قنطار والرجع الوتائق الفراضيات كلها بين سبعين وثمانين الرجع الفراضيات دي القانون المالية سيد نائب محترم سيد نائب محترم أتمنى أن لا أضطر لتذكيركم بالنظام الداخلي رجعا سيد نائب المحترم إلا عندك نقطة سيطلب نقطة نظام في إطار قانون ونعطيها لك ولكن باش الطاول عليها بهذه الطريقة أمر غير مقبول تفضل سيد الرئيس لا سمحت لا سمحت لكن كان أعتذر سيد الرئيس على التدخل بطريقة ماشية كان أعتذر ثانيا سيد الرئيس في إطار إحترام النظام الداخلي نحن اليوم نقش موضوع تقرير مهمة استطلاعية ومشي مجموعة التعامل الموضوعاتية كما جاء لسيد الوزير للموضوع حول ثلاثة الإنتاج ماشي تقيم مخطط المغرب الأخضر وإذا كنت تكلم سيد الرئيس سيد الوزير مشكورا على مخطط المغرب الأخضر وكي حيلنا على وطائق أنا نبغي نطلب سيد الوزير بالأرياحية إعطينا وثيقة رسمية التي فيها هذه التفاصيل مخطط المغرب الأخضر ثم نوجد لكم سؤال كمكتب واحد من مجموعة عمل الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب الأخضر الذي يقع موقع واخدى المكتب من جديد تشكيل لها لكي تستأنف عملها والآن لم نعرف الأسباب لها شكرا سيد النائب المحترم شكرا تفضلي سيد النائب شكرا شكرا سيد الرئيس بالنسبة لي نقطة نظام تتعلق بتفاعل سيد الوزير مع مدخلات السيدات وسادة النواب لا يعطي الحق في تصنيفها إلى كونها مزايدات شكرا شكرا سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس وعندما يكون هذه الموضوع في التصويق ولكن لا يسعجبكم ماهذا من أن أكتروا قضايا وما تجاوبكم ماهذا وغير ما مرة تدخيلت وقلت حكومار ماهذا 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 نقوله ماهذا ماهذا ماها ماهذا 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 ماذا لديك السحجر؟ نقطة نظام، تفضله نحن في جلساتين عامة طبعاً ينظم القانون الداخلي المجلسي الذي يربطه هدين المؤسستين الحكومة ولا مجلس النور التعاون والاحتراو عندما كان أعضاء المجلسي يتكلمون لا أحد أوقفهم لن ندافع للحكومة، نعرف جيداً أن السيد وزي القادر يدافع أموره ولكن من باب هذا الاحترام الذي يفعل النظام الداخلي يجب أن نسمع على بعضنا البعض وأن نترك سيد الوزير يرد بالشكل الذي يراه وكأن الآليات المخلالها يمكن أن يكون لك لها شكراً تفضلوا سيد الوزير شكراً سيد رئيس نقطة نظام، تفضلوا شكراً سيد رئيس نقطعها ونقفها في النتقال شكراً سيد رئيس تفضلوا سيد الوزير شكراً سيد رئيس شكراً سيد رئيس شكراً سيد رئيس نحن لا أخذ ذلك ما كان الصدائس وحتى أن نستبق الأحداث ونحن من الفوق التي طالبت ميان بتفعيل المجموعة الموضوعات المتعلقة بمخطط المغيب الأخذار فنقول يجب أن يناقش في إطائه المؤسسة والقانون المحافظة على تطبيق النظام الداخلي في هذه الجلسة نعم من كل جوانبه من عدم مقاطعات الحكومة أثناء الحديث ولكن في نفس الوقت أن تحتموه إئاسا من أجل أن تنضبط الحكومة لما هو مبامج في جدو الأعمال وفي نفس الوقت أن نلتمس مراءا أن هذه المجموعة الموضوعات يخصها تفعل هذا مخطط المغيب الأخذار قالت الحكومة إيجابي جدا ونقيموه إيجابي جدا ونصفق له جميعا ولكن فيه اختلال تقوم لتصلح في الجيل الأخذار ولا شيء غير هذا وشكرا شكرا سيد نائب محترم تفضلوا سيد الوزير يجب أن يسجلون الحكومة صبر إذا ما يريد أن تدخل لا يوجد مشكلة قلت ما فيها فقط هذا الموضوع هذا ما فيها فقط هذا الموضوع هذا النقش بناءًا على تدخولكم لن يكون واحد النقاش بالناء من جهة البرلمان ومن جهة الحكومة سيدة سيدة النواب محترمون الفرضيات التي تأتي في الوثيقة من القانون المالي والتي بالمناسبة الوثيقة الرسمية موجودة في الجميع الوثيقة التي صدرتها بلدنا تؤكد بأنه مخطط المغرب الأخضر وضع الهدف للحبوب هو بين سبعين وثمانين وفي الغالي بسبعين لماذا؟ والريهان ما هو؟ الريهان هو يتم العمل على تكتيف البذور المختارة التي تساهم في الرفع من الإنتاج العمل على الدعم المكنانا لكي تكون المرضودية في الهيكتار أكثر من السنوات الماضية التي لم تكن فيها واحد المستوى عالي من المكنانا وطبعا الإرشاد الفلاحي عبر مجهود تقوم به الوزارة لأنه لكي نفهم الكتفاء الذاتي جيد بالمناسبة لا يوجد شيء بلاد في العالم أقول في العالم عندها الكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الفلاحية لكن توزن ما بين المنتجات التي لديها واحد القدرة كبيرة على الإنتاج والمنتجات التي يمكن تحكم نسبيا في الاستيراد ها فبلادنا من التي توضع هذا الهدف سبعين وثمانين تأخذ في اعتباراتها مجموعة من العناصر أولا مخطط المغرب الأخضر بالأهداف الذي يحققها يحقق أولا أنه تكون فرص شغل في العالم القراوي نحن نعرف بأن سلسلة الحبوب لا يوجد من السلاسل المشغلة بحالها مثلا إنتاج اللحوم الحمراء المشغل بشكل كبير الأشجار المتمرة تشغل أيضا بالنسبة أقل من إنتاج اللحوم لكن أحسن بكثير من الحبوب لأن الحبوب تشغل في بداية الموسم وفي نهايته ثم مخطط المغرب الأخضر أخذ واحد المتغير الذي كنا نجمعه داخل هذه القاعة بأنه متغير أصبح بنيوي وهو معضلة الجافاف ما هناك بلاد التي تعمل الفلاحة بلامة سنونا للسنة الثالثة حضرت سيدة السادة النواب ونحن نعيش في مواسم فلاحية جافة الرابعة وإن أخذتي الفين وعشرين وتساطعة شوية ثالث جاف تبقى البلاد بلادنا والفلاحة في هذه المقاومة هذه على الأقل منتجات الفلاحية متوفرة تفقين؟ كانت تضخم؟ كانت تعرفوا الأسباب ذلك ونقشناها غير ممرة ولكن ما تضخم في المنتجات الفلاحية كان غير في المغرب؟ أنا أريد أن أسمع الجواب ما تضخم في المنتجات الفلاحية كان فقط في المغرب؟ كان في مجموعة من الدول لأن هذا التضخم ليس فقط السببب ذلك هو الجفاف وهو واحد واحد تداعيات الكوفيد التي ظهرت واحد الحرب الروسية الأوكرانية التي احتهي القاتل بالضلال على الأزمة وعمقات من الأزمة هذا كل ما يدفعنا سويد في التفكير من الآن وبشكل سريع في سياسات عمومية عاجلة نواجه بها المشكل الأول هو ندرة المياه والتساقطات وهذا هو الذي يمشت في هذه الحكومة لا يوجد شيء فلاحة بلا ما لا يوجد شيء فلاحة بلا ما سنتحدث عن هذه الرقابة لنظر هنا سأخبركم في 2014 في الجنة برلمانية في 2014 كانت الأمطار وكان الموسم الفلاحي كانت فيضانات وكان مدخلة في اللجنة القطاعات الإنتاجية نائبة طلبت أنه هذا المخطط المغرب الأخضر لا نستطيع أن نعرفه ما هو مخطط لأن الكلام الذي كان يتقل على مخطط المغرب الأخضر من 2010 حتى 2019 كله إيجابي كله إيجابي لم يكن شيء واحد يشكك قيده أنمو في مخطط المغرب الأخضر ما الذي تغير له الذي تغيره هو من قربات انتخابات الذي لا الذي تغيره هو من إبداة الحدة في انتخابات ونكونوا موضوعين قلنا ما كان بس سوف تفوت 21 وسوف نقلسوا ونقشوا هذه القضايا بعمق شيء تدخل كان في القطاعات الإنتاجية قال لا سوف نعرف هذا المخطط المغرب الأخضر حتى الجافاف ونحن جربناه في الجافاف سوف نفهمه بأنه دول عديدة في نفس المستوى في بلدنا وفي بعض الأحيان أحسن منه وجدت صعوبة في تمويل أسواقها الآن من ذلك يتقال كيف نعالج المشكلات الماء أنا لا أتفق مع السيدتين النائبتين الذين يريدون أن يعالجوا المشكلة بتدبيري الندرة لا لا نريد أن ندبر الندرة ونذهب معك أبعد وهذه سوف نتحمل في مسؤولتي شخصيا لا يوجد علاقة مع وزر الفلحة أنا هذه القضية التي تمنعوا بعض المناطق أنهم يغرسون الدلح لماذا؟ أنهم لا يغرسون الدلح ما سوف يفعله؟ ما لديهم خيارات أخرى؟ ما لديهم خيارات أخرى من أنهم يعيشون لا سمحني لا يوجدون المشكلة هو أن نوفرهم الماء وهذه هي مسؤولية الدولة الدولة السيد النائب المحترم أرجع أنا ديمقراطي في هذا الموضوع الذي أريد أن يكون خمسة دقائق أنا لا يوجد مشكلة غير نتناقش لا يكون النقاش نسمعون بعض أنا أسمعتكم أسمعتكم في إطار ما يتيحوا لكم النظام الداخلي وأسمعوا لي في إطار ما يعطيني النظام الداخلي المسؤولية للدولة ما هي تدبير الندرة؟ لدينا لدينا مستخدم لكي نفعل الماء لكي نفعل الماء لكي نفعل الماء عبر التحلية كانت ممكن عبر أنه نعمل استثمارات في السدود لا نعود إلى الموضوع هذا الماء تأخرنا في هذه القضية ما كان يظن في يوم من الأيام بأنه بلاد في شمال إفريقيا أنها تسقي المنتوجات الفلاحية في سبت القردان بماذا؟ بالماء المصفة المحلة 15 ألف هكتار اليوم تسقي بالماء دخلها 5 ألف هكتار سنطلق السنة المقبلة الحوض طانطان ستكون هناك 5 ألف هكتار الوالدية في المنطقة الجديدة لا يوجد خيار هذا هو الرهان الذي يجب أن نعمل عليه هو نوفره الماء نعرف أن البرلمان تبارك الله عامر بالناس التي تعيش في العالم القاروي وتعرف الفلاحة بدون ماء لا يوجد فلاحة وهذا هو كلام الذي نقص من هنا وحيد من هنا لا يتفق معه الناس ستغرس ستنتج سنجعلهم الخيارات التي يفعلون ونعطيهم الماء وإذا أردنا أن ندخل وندعم ولماذا في بعض المناطق أردنا أن هذا هو الذي يجب أن يتعمل أنا أسمع أحد الكلام الفلاحة الصغيرة فلاحة ما أردكم بين 80% من الفلاحة المغربية هي قطع صغيرة؟ وهذا هذا هذا التقسيم للمجتمع لا يتعلم هذا كبير هذا صغير أخذ صندوق النمية القاروية الذي يعطيه الذي يعطي الدعم أكثر يعطيه للصغير في القوة أكثر يأخذ 100% أين أن نأتي العودة؟ لا يوجد هذا لا يوجد هذا لا يوجد أخذ 100% على القوة أكثر حسنك ما أن أخذ الاقل منفخة أكثر للمجتمع لا يوجد أخذ 100% على القوة أكثر لا يوجد أخذ تفضل 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 نتحدث عن شيء قليلاً، الله أريد عليك ماذا خمسة أكتار؟ قليلاً من خمسة أكتار في هذه السون بورصان للغوتاكوت؟ نعم! فيها؟ نعم! وخطط المغرب الأخضر بالنظام الري كان يربح الدولة سنوياً جوجد المليار متر مكعب سنوياً كانت تمشيه، كانت تضيع وهي اللي خلتنا، خلت الفلاحة أنها تقدر تقوم في هذه السنوات الأخيرة ما هي بلاد التي تحتاجها خمسة مليار متر مكعب سنوياً تقدر الفلاحة بمليار متر مليار متر مكعب؟ هل تكفي مليار؟ لا نجعل بعض القضايا السياسية لا نرى الواقع الواقع هو لا يريد أن ندبر الندرة فقط نعطيه المال للناس لكي يفعلوا الفلاحة هذا هو الواقع سيد الرئيس حضرات السيدات والسادة النواب أنا مستعد نأتي للجنة وأنت أكلم فضل الموضوع سيد النائب المحترم السيد النائب المحترم يلس محتراشاء قولوا اللي بغيت يا السيد النائب لا أُعقب على كلامك حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون تهدفوا استراتيجية الجيل الأخضر أنا أرجعت للسيد وزير الفلاحة إلى الرفع من قيمة المنتوجات وتحسين جودتها عبر وضع مسالك توزيح حديثة وفعالة وذلك من خلال خمس محاور تنفيذ إصلاح لأسواق الجملة عبر تطوير أسواق الجملة في إطار السير المفوض بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة ومخسلة في القطاعات المعنية إصلاح أسواق الجملة الحالية تحديث وإنشاء وتنقيل وإعادة هيكلة تأهيل 120 مجزرة لللحوم الحمراء في أفق 2030 تنزيل برنامج إعادة هيل الأسواق من خلال تحديد خطة إعادة هيل عامة للأسواق الرؤية المستهدفة والتسلسل والتمويل بشراكة مع وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة هيكلة وتنويع قنوات التوزيع للمنتجات الفلاحية عبر تطوير التوزيع المباشر وخاصة في الأسواق الكبرى حوافز لتطوير الأسواق عبر الأنترنت وتسهيل الاتصال بين الفلاحين والمستهلكين وضع منصات للتخزين في إطار المجموعات والتعاونيات للسماح للفلاحين من التحكم بشكل أفضل في توقيت تسويق منتجاتهم وبالتالي تقليل اعتمادهم على الوسطة سيد الرئيس المحترم سيد وزير حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون بالنسبة لأسواق الجملة للخضر والفواكه تهدف استراتيجية الجيل الأخضر في أفق سنة 2030 إلى تحسين قيمة المنتجات الفلاحية المسوقة عبر أسواق الجملة وبالتالي تحسين دخل الفلاحين التقليص من الوسطاء والحد من تأثيرهم على مستويات الأسعار الرفع من حجم الخضر والفواكه التي تمر عبر أسواق الجملة من 3.5 مليون طن حاليا إلى ما يفوق 6 مليون طن تتبع الأتر وتسهيل المراقبة الصحية والسلامة الصحية ولبلوغ الأهداف المسترى تم وضع خطة إصلاح طموحة تتماشى مع المخطط الوطني الذي وضعته الحكومة لإصلاح هذه الأسواق وترتكزه على تغطية متوازنة للتراب الوطني خفض عدد الأسواق من 38 إلى 34 سوقا منها 25 سوقا ذات طابع استهلاكي وسوقين للإنتاج وسبعة أسواق مختلطة خدمة أفضل للسكان وتسهيل الوصول إلى المنتجين نمط فعال للتسيير بنيات تحتية ملائمة تستجيب للمعايير الدولية أسواق متعددة متعددة المنتجات والأنشطة مع عرض متكامل للخدمات محطات للتبريد وجمع ومعالجة النفايات والسلام الصحي لمنتوجات وخدمات موازية للأشخاص وسيتم في أفوق 2030 إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد سوق بكل جهة حيث تمت برمجة خمسة أسواق منها لحد الآن بكل من الرباط وامكناز وبركان وأقادير ومراكش والتي تتميز بمعايير السلامة الصحية وتتبع المصار ويتوقع الانتهاء من إنجازها بداية سنة 2015 هذا وقد تمت أيضا برمجة إنجاز مشاريع أخرى بكل من الصاورة وفاس وبني ملال والدار البيضى والداخلة وقلميم حيث تم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بها كما يتم العمل حاليا على تتمة بناء سوقي ططوان وقلعت سراغنى بمساهمة من وزارة الفلاحة والجذير بالإشارة إلى أنه وفي انتظار عصرانة هذه الأسواق تم إصدار القانون رقم 3721 المتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضر المنتج في إطار التجميع الفلاحي الذي جاء لتعزيز التكامل بين العالية الفلاحية والسافلة التجارية وتحسين تنافسية تكلفة الخدمات اللوجيستيكية بين الإنتاج الفلاح والأسواق بالموازات مع ذلك وبما أن إنجاح عمليات إنشاء وتطوير وتأهيل أسواق البيع بالجملة يبقى رهينا بإصلاح الأسواق الإطار القانوني الذي ينظم تسويق الفواكه والخضر بالمغرب عملت وزارة الداخلية في إطار الجنة تشمل ممتلين عن وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على إعداد مشروع قرار يتعلق بأسواق الجملة للمنتوجات الفلاحية من الجيل الجديد حضرت السيدات والسادة فيما يتعلق بتأهيل الأسواق الأسبوعية والتي تعتبر عنصراً مميزاً في المجال القروي فهي تشكل فضاءات أساسية ذات وظيفة اجتماعية لللقاءات الاجتماعية والترفيه ووظيفة اقتصادية للبائعين والفلاحين وأيضاً لسكان القرى هذه الأسواق تعاني من عدة نواقص واختلالات كتقادم البنيات التحتية وضعف التجهيزات ونقص الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة تدبيرها ومراقبتها مما يستدعي تدخل جميع الأطراف بما في ذلك الوزارات المعنية والشركاء الجهويين والمحليين ومن المرتقب خلق أسواق من الجيل الجديد تتوفر على مرافق منظمة لا يغلب عليها طابع العشوائية يتم ربطها بشبكات الماء والكهرباء والتطهير مع توفير فضاءات تجارية مغطاة ومخصصة فضاء الخضر والفواكه وفضاء التغذية العامة وفضاء اللحوم وفضاء المواشي ومزرة وتجهيزات تستجيب للمعايير الصحية فضلا عن تبني نمط تدبير وتسير معقلا كاعتماد شركة التنمية المحلية يمكن من تحسين أداء الخدمات المقدمة للساكنة وضمان سلامة وجودة المنتجات وتأمين الصيانة المستمرة للفضاءات والتجهيزات ولبلوغ هدف تأهيل مئة سوق في أفق سنة 2030 لحد الآن برمجة تأهيل 25 سوقاً أسبوعياً وتسعة أسواق للماشية على مستوى مختلف أقاليم وجهات المملكة حيث تم التوقع على بعض اتفاقيات الشراكة الخاصة ببعض هذه الأسواق كأسواق الداخلة وخنيفرة وجهة الشرق وسديقاسم والصويرة وتزنيت وسيمكن تحديد وتطوير وتأهيل الأسواق الأسبوعية بهذه المناطق من تحسين جاذبيتها وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القروي مع خلق فرص العمل وتنظيم التجارة في هذه المناطق وتحريك عجلة التنمية المحلية حضرات السيدات والسادة فيما يخص الورش المتعلق بعسرنة المجازر والتي تشكل الحلقة المركزية في تنمية سلسلة اللحوم الحمراء من خلال وظائفها المتعلقة بضمان التتبع والسلامة الصحية للحوم ودورها الاجتماعي والاقتصادي وكذا لتأثيرها على الصحة العامة وعلى البيئة وتجدر الإشارة إلى أن الوضعية الحالية للمجازر تعرف عدة إشكالات واختلالات تعيق التكامل الحقيقي بين مختلف مكونات سلسلة اللحوم الحمراء من بينها ضعف البنيات التحتية والتجهيزات وغياب شروط النظافة ووجود نمط تدبير غير ملائم وعليه فإن تحسين الكفاءة تشغيلية لسوق اللحوم الحمراء يستلزم تحسين ظروف تحضير اللحوم وتسويقها وعقلنة شبكة الدبح وذلك عبر تشجيع الاستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي إطار استراتيجية الجيل الأخضر تمت برمجة تأهيل وبناء 120 مزارة عصرية معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الصعيد الوطني في أفق 2030 بشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية المعنية ويبلغ عدد المجازر المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الصعيد الوطني حالياً 16 مجزرة منها تسعة مجازر بلدية وسبعة مجازر خاصة أنجزت في إطار المشاريع المندمجة والتجميع للحوم الحمراء بدعم من طرف وزارة الفلاحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية هذا وتوجد عدة مشاريع أخرى تخص إنشاء مجازر جديدة في طور البناء أو التجهيز أو إنجاز الدراسات اللازمة حضرات السيدات والسادة في الختام اسمحوا لي أن أذكر بانخراط وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في دعم كل الجهود الرامية إلى تحسين قنوات تسويق المنتجات الفلاحية والتي تؤثر بشكل مباشر على كل من الفلاحين والمستهلكين كما أغتنم هذه الفرصة للتنويه بمجهودات كل الشركاء الجهويين والمحليين وانخراطهم في إنجاح وإنجاز هذه المشاريع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته